موسيقى الثامن تبع الموجة تحكي على اليوم من الوقت الحديث من نقطة الحديث تحكي من قبل تحكي كل واحد عنده علاقات وكل واحد عنده شبكة والغزو متاعه وكل واحد يعرف كيف يدبرسه ما فاميش ما نجمش يجيبك حتى حد بصيفة دقيقة يقولك تونسي الفولاني وين موجوده ولا وين قاعد ولا وين بيت ولا كيفاش يتعشى كل مرة عديه في تلفزة تونسية قاعدت انطبعت عداوة تونسي يخدمون في مدقة اسم الزوارة قريبة لتونسية وكل شيء بس وكل تمام هذه اللغة نعرفها تونسي سمحني انواع واشكال تونسي اللي موجودين عدد اشخاص الاطارات اللي يخدم في شركات وفما العامل اليومي المسكين اللي يخدم اللي ما عندوش يسوق في مكينة معدد تقيلة معدد تجار هذي كان عندو ظروف تعمل خاصة وعندو ظروف حيات خاصة هذو ما طوينا ما عنديش حتى معلوم عليه موما الناس اللي ان نعرف ناس اللي ما قادش بشكون مش تتصل كيفاش مش ينجموا يروحوا فما مثلا شكون ضايعة جوازو شكون فاكل وراقو خطر فما برشة سرقة وبرشة اعتداء على الناس ما نقولش على خطر فما الحرب هذية ولا فما المشاكل هذية الحرب هذية من القبل اللي رأوا موجودة ناس تتسرقوا وراقهم كيفاش ينجموا يعملوا مش ينجموا الصلاة تتلهاب يوم يمشوا للقنصلية في ترابلس اللي هي ساكرة نوع الماء خلات هيا بعض الناس للحالات الطارية هذية التونسي اللي اللي مسكين ما عندوش جاي مش يخدم على روحه ما عندوش مستوى ثقافي ولا مستوى مثلا مالي ومش ينجم يتنقل ويفهم الحاجاتين يعرفش حتى القنصلية وين موجودة هذي أنا بصراحة ما عنديش حلي ما عنديش جواب طوال الوقت الحالي ما عنديش جواب لك أنت مع كل أسف انت كيفاش عاشت ممكن الاستراع غديك كان كنت موجود انت قتلي من لوتخيز انت كنت مسافر ورجعوك شوف أنا ماذا بيا ماذا بيا كان مش نحكيه على مدة لوتخيز هذي بعتبارك انت عايش في ليبيا وعندك عشرة سنين تمشي وتجي على ليبيا كيفاش تقيم الوضع غديك حسب رأيك شخص كم واطن عادي يوميا كيفاش الحياة اليومية الظروف المرافق الصحية شوف في كلمتين إذا كانك مكش سامحني مش قولة بالفرنساوي كانك مكش بغانوياك في ليبيا ما تنجمش تعيش طو من البعض الثورة ما تنجمش تعيش فما دي غي فليكس الي يزمنا ناخذوهم مش ننجمو كيف نقوموا صباحنا بشي ونخدمونا رويحنا يزمنا نخمو كيفاش نروحو حيين خاطر ما تعرفش على الدنيا كيفاش تدور غديك في لحظة في رمشة عين في رمشة عين تنجم كلها تشعل بين حومة وحومة بين شخص وشخص ثاني وهذاك يتعارك مع فلان عنده كتيبة يمشي يجيب كتيبة معه والاخر يجيب الكتيبة متاعه وطولي حرب شوارع مع كل سف يعني مع كل احترام من الليبيين وانا اراني ما جيتش الهوني مش ندم ليبيين مش نعطي دروس حتى حد ساسسور باش نخفو على الوضع والا جيت هنا بسعتيك الوضع الوضع في ليبيا انا واحد من ناس من الوقت اه روحت في ليبيا 21 فبري 2011 قعدت حتالين مات القدافي في اكتوبر رجعت في ديسمبر 2011 ومبعد رجعت بسيفة مستمرة في 2012 انا من الاول اتوان سموني مع برشة نيزة معايا اللي رجعنا بسيفة مستمرة مش نحاول نرجعوا العمل ونرجعوا معنا لوحد لكن مشعرتش من دوميل الدوز مشعرتش براحة انا مش نجب نخرج في الليل ولا ننشي نقضي خدرشي يسير قول الكرهابتك فما دوز اسباي في ليبيا سمحني انا مش مستنس بالاستاشيون غاديو قلبي محلول فما الاسباي سيك فما الاسباي بوليتيك السياسي وفما الاسباي لطال الحياة اليومية الحياة اليومية صعبة برشة سيفري دول الناس ما تتشكاش خاطر شبون ياخذ المرتب المتاعه ولا الناس تعيش وفما البيزنس والبزنس والفلوس فما فلوس موجودة موجودة سيفري ما اذا كان هذه الصورة اللي نصوروها متعبلت بعد ثورة سامحني انا جنشي با بخطان برصة انتي تتحدث على قتلي في اي لحظة تنجم تولي فما حرب شوارع ولا بين كتيبة وكتيبة صحة الاخبار اللي يقول لك اللي سلاح موجود في كل دار ليبيا وانك تنجم فاسيلا تشري اي سلاح حتى مهما يكون سوفيستيكي معناها ما ده صحة الاخبار هذية وهل حاولت انتي تشري بشتحمي روحك معناها صحة الاخبار هذية انك ذلك على 3000% موش حتى على 100% تنجم تشري تنجم تشري مسدس 9 مليمتر بارتا خطر عندي كانوية انا بدي تعلمت انا مانيش خبير في الاسلحة ولا خبير في الشغول هذية ولا حد شي تنجم تشري تنجم تشري في مليمتر بارتا التركي الروسي تنجم تشري في محلات يبيعوا في اللعب الصغر تنجم تشري في شوارع في سوق نهار الجمعة في الشارع كما احنا هوني عنا سوق نهار الجمعة تنجم تنجم تشري تنجم تشري وكرتوش تشري كانك تشري تباكو دخان حسب المعطيات اللي عندي انا ما عنديش ارقام عندك ستة ملايين ليبيين في ليبيا ما اعقلش ما اعقلش من ثلاثين اربعين مليون كالاشنيكوف بار قاعدين يدوروا في ليبيا ما عنديش ارقام لكن انا هكا حسب اللي قاعد نشوفي هذي بالنسبة لما يسمى بالسلاح الخفيف كل مواطن ليبي توا مسلح قليل جدا جدا مش ما تلقاش ليبي ما عندوش سلاح في الدار خاطر عندو افكار ويفكر ويتستغل فما ناس ما تحبش ما عندك اولاد صغار اربعتراشن سنائة خمستراشن سنائة سوالتراشن سنائة يحاوصوا بالسلاح في ديهم هذي الشي خوف هذي من ناحية الاجتماعية من ناحية العسكرية الثانية سؤالي وسمحني ممكن قاعد نتجاوز في سؤالاتك شوية خاطر قلتك مانش مستنس بلي بلاتو فما الاسبيه الثاني هو الاسبيه ميليتير جات النيتو وضربت ضربت الدبابات انت على القدافي ويعرفوهم ستسيبلي يعرفوهم في الليل وضربوهم ما يسميهم بالفرنسوية اوكي تخي بيان وطوا السلاح اللي فما طوا في بالكتال قدافي طوا قاعد ننجي هذا الكل ننجي يسلو منعرش شوفوا القطر شو يقولوا يتاموا يسلوا في القطر يتاموا في تركيا يتاموا في بلدين اخرين لا ننواصل في التحليل امتاعي ولا اقتراحات ولا نعرفش خوضوها كما تحبوا النيتو ولي ضربت الناس الورجنس نميرو انا لبي يلزم يتناحى السلاح اوكي انا منعرش كان عندكم بالمعلومة لكن كل اسف السياسي ضعيف في ليبيا فما سياسي قوي نجم ينزل على فلسة يقول غوضة قاعدين يتكلموا قالوا بان دعونا نحلوا السلاح دعونا نعطيه الحق لكل ليبيا مش يكسب سلاح في دارو لكن نحاول نحطها في اطار قانوني هذا قاعدين يحكيوا عليه واضح جدا نشكرك على حذرك معنا على قبول دعوة على التوضيحات اللي قدمت لنا فيما يخص الوضع في ليبيا هو مواطن تونسي عايش في ليبيا حاول يسفلنا شوية الوضع